بسم الله الرحمن الرحيم استكمالاً لموضوع depreciation أو الإهلاك هنعمل comparison بسيطة ما بين الطرق اللي احنا خدناها في الإهلاك على سبيل المثال عندي شكل بسيط كده هو في حالة ال-strait line بيكون بهذا الشكل في حالة ال-m-a-c-r-s اللي هو بنجيب الفاكترز من التابل بيبقى بهذا الشكل الدابل ديكلاين ميسود بهذا الشكل قيمة البوك فاليو في هذه الطريقة اللي هي الدابل ديكلاين ميسود بتوصل إلى الزيرو اللي عندي لما حب أوصلها ليه السالفج فاليو عندي طرق بتوصل للسالفج فاليو الساموفير ديجيت أيضاً بتوصل في الآخر للسالفج فاليو ال-m-a-c-r بيعالج المشكلتين بحيث أنه هو بينتقل من طريقة لطريقة بحيث أنه يصل أيضاً إلى السالفج فاليو اللي عندي فيه الجيفين كأن الطرق بقى الأخرى الطرق الغير تقليدية اللي هي بتعتمد على الإنتاج قال لك ال-depreciation charge أو قيمة ال-depreciation rate بيساول بي نقص السالفج فاليو على معدل الإنتاج اللي عندي ده ال-production quantity يبقى ال-depreciation per unit بيساوي الكوست اللي هو ال-initial cost أو ال-price بتعسل على نقص السالفج فاليو على عدد الوحدات المنتجة اللي عندي يطلع ال-depreciation per unit اللي هي عبارة عن ال-إهلاك بالنسبة للوحدة الوحدة يبدأ أجيب ال-depreciation expenses بقول ال-depreciation per unit في عدد الوحدات المنتجة زكات كيو بقول والله ال-depreciation per unit بأضربه في عدد الوحدات المنتجة قادر أجيب ال-total depreciation لهذه الوحدات اللي عندي لو أنا عندي إجزامبل سريع كده هو المachine cost 42000 تعيش خمس سنين وال-salvage value 3000 و-estimated إنها تبقى 10,000 unit will be produced on this machine يعني هي مفترض إنها هتنتج 10,000 وحدة عندي this machine distributed in this manner first year هتنتج 2001 وفي second year 2400 وحدة في third year 2100 وحدة واخد ملكه fourth year 1800 وحدة يبقى في السنة اللي بعدها 1700 وحدة يبقى في الحالة ديت depreciation rate بتاعي هيبقى حسب الإنتاج يعني هبدأ أشوف الأول ال-B ناقص ال-S على حجم الإنتاج المتوقع اللي هو Q اللي عنده هيشوفه كام يطلع الرقم ده يتضرب هنا يديك الإهلاك في الفترة ديت يتضرب هنا يديك الإهلاك في الفترة ديت أنثقن لحد ما تخلص قسط الإهلاك بتاعه يبقى السعر ناقص ال-S على 10,000 وحدة يطلع الوحدة بتكلفني إهلاك 3.9 3.9 في 2000 يديك قسط الإهلاك لأن الإنتاج بتاعه 2000 في السنة الأولى في السنة الثانية هتنتج 2400 أقدر بقسط الإهلاك في السنة الثانية في السنة الثالثة في السنة الرابعة في السنة الخامسة يبقى قسط الإهلاك ده اسمه قسط إهلاك الوحدة المنتجة في عدد الوحدات المنتجة اللي عندي يبقى قادر أحط الكلام ده depreciation charge وقدر أجيب البوك فاليو يطلع البوك فاليو إذا أنت ماشي كده بيتناقص لحد ما يوصل للصلبج فاليو أو السكرابينج اللي عندي المي سي آر إزا ما قلنا قبل كده هوت بتبقى نسب معينة بتطلع من التابلز والdeclined balance switching to straight line depreciation at the optimum time with half year conventional c table depreciation بتعتمد على التابل بجيب المعدلات من التابل وأعمل الكلام ده في الجدول ببساطة دي هذا الشكل يبقى بجيب النسب دي جاهزة من التابلز وأضربها في القيمة بتاعة المعدة أدر أجيب الإهلاك وبعدين أطرح قيمة الإهلاك من الأصل بتاع المعدة قاعدة أجيب الأصل الثاني أطرح الإهلاك من الأصل الجديد أنثقون لحد ما أصل إلى salvage value بتسوي الصفر بهذه الطريقة السهلة دي برضو مقارنة سريعة ما بين الstraight line اللي هنا ده الstraight line وبعدين وبعدين الدكلاين مثل شكل الdepreciation بيكون بهذا الشكل السامو في الdigit والدكلاين balance switching الstraight line ده ببين لك البوك باليو بتتناقص بأنهي طريق فيه تتناقص بحدة كده وفيه تتناقص بكارفة معين حسب degrees of curvature بتختلف من طريقة إلى طريقة الassignment problem بسيطة وسهلة ده initial cost of a new climate control في عندي معدة تمنها معروف 3650 هتعيش سبع سنين وصل بيش باليو بسوي الكلام ده لو سمحت حلها باستخدام الstraight line مرة sum of your digit مرة double decline method مرة و discuss the results وحاول ترسم العلاقات ما بين البوك باليو والتايم لكل طريقة على حدة